السلام عليكم اليوم سأريكم التطبيق الذي تكلمنا عنه في الفيديو السابق سأعطيكم اليوم تطبيق رائع سيغير جهازكم 360 درجة هذا التطبيق سننصبه اليوم على جهازي المي بوكس من شاومي والطريقة تصلح لجميع أجهزات الاندرو تيب إذن الطريقة المعتادة بالرابط في أسفل الفيديو من مدونتي هناك التطبيق والشرح نذهب على دون لودر تكتبون هذا الكود إخوان لتشاهدون 440-871 للدخول على المدونة إذن نذهب على جو نحن الآن في الموقع تنزلون لغاية الثلاث شرطات اللي تشاهدون بعد ذلك ننزل ونروح على أندرويد هنا كما تشاهدون في الأندرويد إخوان ستفتح معكم عدة مواضيع الموضوع اللي بتاريخ 16 يوليو 2022 قراءات المزيد ننزل لأسفل التدوين إخوان الأسفل للأسفل تجاهدون بأن لدينا هنا التطبيق اللي هو تيفي كويك أكشن هذا التطبيق نضغط عليه نعطينا صفحة ثانية للتحويل ننتظر مرور ثواني ونضغط على رابط الصفحة بطريقة أوتوماتيكية إخوان يتم تنزيل التطبيق ننتظر التحميل ما هي إلى ثواني وبعد ذلك نشاهدون بأنه ستعطيني تثبيت جاري التثبيت الآن نضغط على تم نعود للواجهة نذهب على هنا سنضع في أول القائمة نضغط على إضافة تطبيق المفضلة وأضيف تطبيق تيفي كويك أكشن تطبيق رائع إخوان سيعجبكم أكيد نقل نقل لأول القائمة مثلا إلى هنا ممتاز الآن خطوات برمجة هذا التطبيق نفتحه لأول مرة يعطينا هذه باللغة الإنجليزية نضغط باللغة العربية القوائم نضغط هكذا هناك تحديد الثاني هنا ضروري أن نعطيه يعني إمكانيات الوصول كيف ذلك سنضغط على هنا يفتح معي قائمة الإعدادات ننزل للتفضيلات الأجهزة بعد ذلك ننزل للأسفل إلى إمكانيات الوصول وننزل للأسفل نجد على إيقاف نرجعها على تفعيل بعد ذلك حسنا وفعلنا التطبيق لإمكانية الوصول تشغيل ممتاز نعود ونكمل الإعدادات الأولية ثانيا هنا هذه الخطوة مهمة جدا تشاهدون وهنا هذا هو البطن أو الزر الذي بإمكاننا الوصول إلى التطبيق يعني سيظهر في جانب الشاشة إذن كيف ذلك سأضغط على تشينج ممكن أن أضعها بعدين ولكن سأضعها الآن أمامكم في المي بوكس بالتحديد في أجهزة شاومي يمكن أن تخصيص أيضا زر نتفليكس ما رأيكم نخصص الزر آخر مثلا سأخصص هذا الزر الذي تشاهدون زر للوصول إلى التطبيقات يعني سأضغط على تشينج تظهر معي هذه الرسالة من الأزرار غير ممكن أن نضعها مثلا جوجل اسيستاند هذا الزر لن يمكن أن يوضعه طبعا هي لا يمكننا وضعها كاختصار لكن أنا سأضع مثلا هذا الزر شاهده يعني بالنسبة لهذا الزر سأضغط عليه هكذا والآن تم تخصيص بطن الابليكيشن كإمكانية الوصول لو ضغط مثلا هكذا أنا وصلت الآن إلى التطبيقات ولكن لم يظهر معي الإختصار لماذا؟ تابعوا معي جيدا سنعود إلى هنا نكمل الخطوات إذن هنا غيرنا هنا إخوان ضروري أن نعطي إمكانية وصول للتطبيق ليظهر معي في جانب الشاشة كيف ذلك؟ لو ضغطت مثلا على تقول لي ضروري أن تقوم بالعملية بطريقة يدوية هذه الإعدادات نركز فيها جيدا الآن سنذهب نخرج من التطبيق ونذهب إلى الإعدادات تابعوا معي جيدا في الإعدادات وبعد ذلك على التطبيقات وبعد ذلك ننزل لغاية وصول خاص إلى التطبيقات تابعوا معي جيدا نشرح باللغة العربية ننزل لعرض التطبيق فوق التطبيقات الأخرى هذه الخطوة مهمة جدا نضغط على OK تجدون عدد كبير من التطبيقات ولكن نبحث على TV Quick Action اللي هو هنا غير مسموح به سنفعل هذا الخيار نفعله هكذا ممتاز جدا نعود لو تشاهدون الآن لاحظوا معي جيدا بأنني مجرد الآن سأضغط على هذا الزر ظهر معي الاختصار هنا ممتاز إذن أعود إلى التطبيق والآن يمكنك الوصول ممتازة نكمل هذه نتجاوزها ليست من مهمة بالنسبة للتطبيق وبعد ذلك نضغط على هذا الزر أوكي والآن الإعدادات إخوان كما تشاهدون ها هو أدية وجهات التطبيق هنا سنبدأ الشغل بالكامل يعني هكذا بالضغطة واحدة ظهر معي الاختصار ممتاز الآن نذهب على Sitting في الإعدادات لهذا التطبيق وشاهدون هناك عدد من الإعدادات هذه لا ضرورة أن تكون مفاعلة الثانية كما تشاهدون هو هذا الزر يعني هنا نخصص الأزرار كما تشاهدون الزر الذي يظهر لي الإختصار هو زر All Application هو هذا الزر الميديا كونترول لو أحببت أن أتحكم من خلال بلاي باوز في فيديو معين أنا خلتها على غير مفاعلة Close Media نخليها مفاعلة أيضا الـ Emulated swipe by double click Deep paid نخليها مفاعلة بالنسبة لأجهزة شاومي اللي هي لوحدها الأخوان ممكن أن نغير مثل من هذا الزر إلى نتفلكس يعني نشغل نتفلكس أنا سأتركه هنا للمشكلة بالنسبة لهذا الزر لو أحببت يعني تغير لنتفلكس ممكن أن تغير له بكل سهولة بهذا التفاعله على العموم أنا سأتركه هكذا الآن سنغير الإختصارات نذهب على Action هنا في Action أظهر لكم الإختصار وما يعني هنا الإختصار إخوانكم تشاهدون button up لدينا Keyboard أو البحث في البطن Left يعني هذا تشاهدون بأن لدينا طبعا Open Sitting يفتح لنا الإعدادات button OK في الوسط يفتح لنا Media Control Panel button Down اللي في الأسفل يفتح لنا سكرينشوت أو يعطينا سكرينشوت تصوير شاشة button Right Cursor يعني الماوس ممتاز ممكن أن نخصص هذه بهذه الطريقة مثلا أنا في button Open نعود Action البطن Up نضغط عليها هكذا وأختار مثلا Application أنا سأختار مثلا البطن Up يفتح لي لنفترد يفتح لي مثلا يوتيوب ممتاز 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 البطن Left كان يفتح الإعدادات ممكن أن أعود له هكذا ونخصص له مثلا بأنه يفتح لي تطبيق معين آخر مثلا لنفترض بأنه يفتح لي تطبيق ديزن مثلا ديزن ممتاز هذا يعني التطبيق لبلجانب الأوكي هنا الشغل بالكامل ممكن أن أخصص لو أنا يمسح لي التطبيقات اللي في الخلفية وهي ممتازة جدا لاحظوا جيدا البطن أوكي نضغط عليه نأتي على هنا على Action ونأتي على Future من الأفضل وتشاهدون هنا Recent Application Future هذه مهمة جدا إخوان هذه الإمكانية الوصول القوية لهذا التطبيق نضغط عليها لنفاعلها طبعا يقول لك ضروري أنك تعطيه Special Action هناك إعدادات ضروري أن نقوم بها لاحظوا ما هي الإعداد التي سأقوم بها سنقوم بالنزول إلى التطبيقات وبعد ذلك ننزل إلى وصول خاص إلى التطبيقات وبعد ذلك سنقوم بالنزول إلى الدخول إلى الاستخدام بالضبط بعد ذلك ننزل ونشوف TV Quick Action غير مسموح به سنفاعله تذكرتم من الموضوع؟ الدخول إلى الاستخدام يعني إمكانية توصول هذا التطبيق إلى داخل نظام Android TV نعود هكذا والآن نضغط OK إذن لدينا بوتون OK ريسينت أبليكيش ممتاز البوتون داون تيك سكينشوت يعني إمكانية أخذ صورة للشاشة ممكن أن أغيرها نضغط هنا لديه مثلا نشوف في الفيوتر ما الذي لديه هنا ريسينت أر كورسر مثلا ممكن ندخل على البلوتوث على العموم نروح على أكشن شوفوا شو شنو عندنا هنا توقل ويفي نسويها مثلا على Power Dialog أوكي نضغط نختار هذه الميزة أيضا ممتازة الآن إخوان لو ضغط مثلا على هذا الزر شاهدوا ما الذي سيظهر معي إذن لدي شاهدون يوتيوب ديزني إمكانية إعادة تشغيل الماوس آخر التطبيقات أنتم تخصصون على حسب هواكم إخوان ما أحببتم يمكنكم القيام به بكل سهولة الآن ممكن أن أخرج من هذا التطبيق بكل سهولة والعملية سهلة جدا لاحظوا الآن نضغط على هذا الزر تظهر معي إمكانية يعني لو ضغط مثلا هكذا نضغط هكذا يفتح معي يوتيوب نضغط مرة ثانية يفتح يوتيوب طبعا المرة الأولى تذكروا جيدا المرة الأولى نضغط مثلا هكذا ممكن أن أفتح ديزني بهذا الزر طب بأنه باللغة العربية سيفتح معي هكذا بهذا الزر بالطب لأننا باللغة العربية الجهاز نضغط مثلا هكذا يمكن أن أذهب إلى الماوس بهذه الطريقة لدي الآن ماوس شاهدون ها هي تتحرك الخروج من الماوس هكذا ممتاز ضغط أخر هكذا إمكانية لو ضغطت في الأسفل يمكن إعادة تشغيل أو لقطة للشاشة إعادة تشغيل أو لقطة للشاشة ممتاز أخرج لو ضغطت هكذا لاحظوا سنخرج وسأمسح تطبيقات اللي فتحتوها سأضغطها هكذا هنا أوكي ظهرت معي التطبيقات اللي هي مفتوحة نعمل وكل التطبيقات الآن أغلقت لو فتحت مثلا تطبيق ديزني لأول مرة للمرة الثانية سيفتح معي مرة أخرى كما لو أنها شيء لم يقع في الجهاز ممتاز جدا إخوان بهذا الزر لديكم هذا الاختصار أيضا أصحاب شاومي يمكنكم تخصيص نيتفليكس كزر للدخول وبعد ذلك تدخلون على نيتفليكس من يسأل هل إمكاني فقط على هذا يعني هذا الزر فقط سيفتح لي هذه الخاصية يمكن أن أدخل أيضا إلى التطبيقات لو ضغطت مرة الأولى والثانية يفتح لي التطبيقات يعني لم يضيع المهمة الخاصة بهذا الزر مرة الأولى مرة الثانية يفتح معي التطبيقات هذا هو الشرح إخوان الرابط أسفل الفيديو ممتاز جدا للتطبيق وضروري يكون لدي أي شخص هنا لديه أندروي تيفي أو تلفزيون بنظام أندروي تيفي شجعونا باللايكات وأنتظر اللايكات والبرتاج وأيضا قوموا بدعمنا إخوان خاصية الانتصاب أيضا أسفل الفيديو وفي الأيام القادمة إن شاء الله إخوان هذا الفيديو سيكون للمنتسبين فقط يعني سأعطيكم إياه لمدة يعني تقريبا أسبوعين بعد ذلك سأخصصه فقط للمنتسبين يعني استفيدوا من الفيديو إخوان استفيدوا من هذا التطبيق قبل أن نحاوله إلى خاصية مدفوعة تحية لكم ونلتقي في الدرس القادم